مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الفقرة التي نتناول فيها أبرز ما كتبه ناشط الفيسبوك والمغردون على تويتر حول عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام نبدأ من صفحة أنور الحاج الذي كتب في صفحته على الفيسبوك كان الحوثي يبادل الأسرى في عدن بنص دبات ديزل ويرفض مبادرتهم بأسرى لأن مخزونه الاستراتيجي من الحكفة والعبيد يومها كان وافرا هكذا ينظر أنور الحاج إلى الحوثي الذي يجند هؤلاء من من يطلق عليهم الزنابيل يدخل في حروب ويموت فيها دون أن يعيرهم أي اهتمام أو حتى أن يهتم بجنوده أما نبيل البيضاني فكتب في منشور له على الفيسبوك عن أنواع بعض من يظهرون عكس ما يخفون لكن أبرز ما قال فيه أن لا فرق بين الهاشمي الذي يتظاهر بالديمقراطية والمساواة وبين الانفصالي العنصري الذي يتمظهر بالمساواة والحقيقة والمظلومية هكذا يريد أن يظهر نبيل البيضاني أنهما سيان يعني كلهما يخدمان هدف واحد وأنه لا توجد فكرة عامة لمثلها على صفحته بالفيسبوك كتب يوتف يوسف الغليسي عن المتسبب في مشاكل البلد قال فيه ليس أساس مشاكلنا أتت من الغرب كما يحاول البعض ترويج ذلك فهذا أمر غير صحيح بل نحن من أوجد هذا الكم الهائل من الخلافات والانقسامات نتيجة الفهم الخاطئ للعملية السياسية برمتها والرغبة في الانفراد بالمشهد السياسي ولو على حساب تشرخ النسيج الاجتماعي وهذا بتأكيد مشاهدين ما أظهرت هذه الفترة أنه النسيج الاجتماعي الخاص في الفئات المجتمعية باليمن حصل نوع من التفكيك بحيث أنه بدأت تظهر الطائفية بدأت تظهر المناطقية بدأت تظهر مثل هذه المشاكل وهذا ما ينتج بسببه الحروب وأن تحتكر مثل هذه القوة الحكم في البلاد لكن إن شاء الله عن قريب يعني تبدأ العودة من جديد وتبدأ الحياة السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مقال آخر للدكتور محمد جميح على الفيسبوك قال فيه يعني أبرز ما ذكر فيه محمد جميح قال أخي الصعدي أخي العمراني أخي الصنعاني أخي الهاشمي إن أنا أخوك من قبل أن يظهر هذا الأحمق المطاع عبد الملك الحوثي فلا تدعه يقتلوني بك ويقتلك بي ليختبئه في أحد كهوف الجبل وهذا ما لاحظنا مشاهدين أنه فعلا يرمي بمقاتلي إلى الميدان وتحصدهم الطائرات وتحصدهم أيضا المقاومة دون أن يعرفوا إلى أين يتجونه وما زال مختبئ في الكاف بعكس رجال المقاومة وقادتها الذين ينزلون إلى الميدان ويدورون المعركة بأنفسهم على صفحته بالفيسبوك كتب صحفي هاني الجنيد لم تفاجني عملية انخراط الكثير من الهاشمين في صفوف المشروع الطائفي الذي يقوده الحوثي لكن الذي فاجأني وأرعبني بالفعل هو قدرتهم الهائلة على القتل بدم بارد نحن هنا لا نتكلم بشكل عام على الهاشمين أو غير الهاشمين لكن الحوثي حاول يظهر أن الهاشمين يتبعون له أو أنهم ضد المصلحة الوطن وأنهم بدأوا يروجوا الهاشمين السياسية وأنها الأحق بالحكم وعلى هذا الأساس بدأوا يأخذون باقي المحافظات اليمنية في تغريدة لجمال ريان الصح المذيء في قناة الجزيرة قال على تويتر ثمن حرية الشعوب مجبولة بالدم والتضحيات حينما يتشبث الحاكم بالسلطة انظروا إلى مصر وسوريا وليبيا واليمن بينما تسمو تونس والمغرب عاليا وغرّد الشيخ حسين المؤيد حول الوضع اليمني قال يجب إفشال كل المحاولات الرامية التي تشتت أبناء الشعب اليمني عن الهدف المركزي وهو التمرد الحوثي وإنقاذ اليمن من خاطفه وبالإضافة أنه كنت كلامنا عن الهاشمين هو هذا حسين المؤيد أحد الهاشمين ويقول بلسانه هذا الكلام وهو محسوب على الهاشمين إذن في تغريدة للحائزة على نوبل السلام توكل كريمان قالت لن تستطيع كتائب المخلوع علي صالح الإلكترونية ويتتخفى وراء مسميات وهمية لأبناء يافع أن تشويها صورتهم لدينا هم أحبتنا وأعز رجالنا هكذا متأكيد رجال يافع يخوضون المعارك وموجودون في كل الجبهة لكن هناك من يعمل على تشويه سمعتهم أمام الآخرين إذن معنا تغريدة أخرى للإعلامي ياسر الحسني على صفحته أو على حسابه في تويتر قال الوحدة اليمنية حاجة خليجية والانفصال مطلب إيراني ولن ننسى أن تلفزيون الانفصال يبث من مبنى قناة المنار التابعة لحزب الله في بيروت وهذا ما أثبتت أن جميع القنوات التابعة لهم تبث من هذه المناطق في هذا الحيز الآن خلصنا من آراءهم على الفيسبوك وتويتر الآن ننتقل إلى لنستارضة معكم الرسوم الكاريكاتيريا مشاهدنا الكرام في الأخير تقبلوا تحياتي وتحيات معدد فقرة هذه الفقرة دعاء جازم وأيضا تحيات طاقم البرنامج نلتقاكم في غدا إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا